اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على كيفية كتابة العمليات الحسابية اذا عندنا طريقتين اولا طريقة الاولى نضغط هنا على انسيقسيون ثم نذهب الى سامبول كما تشاهدون طلعت لي هذه الشاشة هذه فيها مجموعة من الكتابات الرياضية اللي بغيت نكتب انايا الجذر المربعة الكثور الى غير ذلك عندي مجموعة من الاختيارات مثلا سوف اختار الكثور مثلا على هالطريقة مثلا كما تلاحظون افوان اذا عندي ادوى الكثور من خلاد العلاء ماكن تحكم فيه المكان اللي بغيت يكون مثلا هنا ثم اكتب داخل المربع مثلا خمسة على ستة الآن مثلا اريد ان اضيف علامة يعني مثلا بغيت نضيف زائد مثلا كما تلاحظون عندي مجموعة من الاختيارات اكبر من اصغر من تساوي مقسومة كنبحث على علامة زائد اهيه لقيت هنا وكندل لي انسيكسيون كنجين عندي انسيكسيون ثم كنضغط عليها ونفس الطريقة كنبحث على الكاثر الثاني افوان وبنفس الطريقة كنبحث على الكاثر الثاني كنجبه لهذا المكان وكنكتب العملية دالي مثلا خمسة على اربعة مثلا وبنفس الطريقة كنكمل كنجب تساوي لدي هذه الامكانيه لدي او اجتلا بغضو تلاكسي غابين يعني كنتلحض اي اولئة عندي هنا يعني بمجرد ان اضغط عليها كنتلح عليها بلا ما انقام كل مرة مختلفة لهذه الانسيكسيون هنا انا اصغر بالتساوي و كنحسب العملية اديالي هذه العملية اديالي و كنحسب النتيجة اللي غير يدخل له او كندر نقاط التلميذ كندر نقاط التلميذ باش هو اللي غادي يجاوب على العملية كما قتلاحظون هما النقاط عندي المتعلم هو اللي غادي يجاوب على العملية اذا هذا كمثال قصر اذا بغيت عندي امتلة كثيرة عندي امتلة كثيرة الجذور مربعة امتلة كثيرة قدر نخدم عليها كما تلاحظون ودائما عندي العلامات اكبر من او تساوي هنا ايضا اذا بغيت نرسم العملية عندي او تحديد طريقة هذه انسيقشن كنخدم غير بالاسهم بخطة هذا نخدم بهذا الخط انتم ما تلاحظو معي واش غادي نديلي غادي نحاول نديلي كوبيه باش يبقى محتافض به نحاول نديلي كوبيه او كوبيه انتم ما نديلي كولي ونحاول ندوره إذن هل عملية القسمة أولا عندي ها عملية القسمة عندي بالنسبة للحرف دائما غادي نشتغل على انسيقسيون تكست انسيقسيون تكست ونكتب التكست الجيلي هنا مثلا عندي هنا خمسة وبنسبة طريقة نجل انسيقسيون تكست ونجلها كوبية كولي ونحول اللى هنا ها ندير مثلا ندير مثلا هنا خمسة مقسم على خمسة عودتاني نجيب انسيقسيون تكست ونكتب الجواب دائما مثلا هنا وندير النقاط المتعلم باش إجاب مثلا خمسة مقسم على خمسة مثلا هي عشرة ونجيل هنا يقضي كنكتب العملية دائما عشرة في خمسة عشرة في خمسة خمسة تساوي خمسونة وندير نقص بالنسبة للناقص مثلا للزائد هنا أنتم تلاحظون معايا دائما نعمل بهذا خلية انسيق سيون تكست نعمل هنا الناقص و نتحكم فيها في المكان الذي يريد أن تكون هنا مثلا و نكبرها مثلا شوية اذا ستلاحظوا هذه العملية إذا رأينا القسمة الكوصور نعمل هذه العمودية نرى مثلا الزائد و الناقص إذا دائما نعمل بانسيق سيون تكست و نعمل بهذا الكوغب نحن نتحكم معايا نضع الخط نحاول نضعه بلون يكون واضح شوية نقدر نزيد نغالده مثلا شوية نعمل 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 دائما انسيقسيون تكست انسيقسيون تكست نضغط على تكست اذا هنا في السطر الاول نحاول نحاول كيف تبقى عندي هنا في السطر الاول مثلا عندي مئاتين وخمسة وخمسة مزيد ctrl v عندي هنا مثلا مئة وستة وخمسة مزيد نضغط على ctrl v هنا هنا سيدي العملية تقوم بضرب مثلا زائد ونضغط ونأتي هنا في الاسفل ونضغط على اما نضغط نقاط التلميذ او نقاط نقاط اذا كما تشاهدون العملية فهي جدا سهلة و بسيطة يمكن نعمل على الورد او الويربوينت ونعمل على الانيميذ مثلا نقاط نقاط 50 طاعة ومن بعد 5 طاعة ومن بعد يأتي الجواب نقاط ونعمل على نقاط 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 ونضغط على جميع العمليات الرياضية هنا والاشكال للعملية الرياضية التي تريدت تساوي الجودو القصور او الى ان تريدت نرسمها هنا يمكنني نرسمها كما ترى نستخدم انسيرسيون ونضع اجد الحواج الخط لترسم العملية وانسيرسيون تكست هذه هي التي نعمل به وبالتوفيق لجميع ان شاء الله وشكرا جزيلا لكم